ده فيلوج بورسعيد وهنا بقى الفلوج كمان عشان تبقى عرشة صورة على التيك توك هنا انا كنت بركب المعدية المنظر جامد جدا اصلا شكل احنا كنا في بورسعيد وروحنا بورف وقت هناك اده رحينا على بورف وقت شكل الجامع من بعيد كان جامد جدا بس اصلا يعني كل منظر هناك جامد هنا بقى كده رحنا بملحات عبرها عن جبال كده بتاعت ملح ده بيطر وبيشو دول اخوات واما دول قانوة يعني يمس عز مني ومش معنا اليوم كله تبقى معنا جدا هو ولدهم هنا بقى انا بطلع الجبال للملح يعني انا الاول كنت فيه رهبة كده ان انا فكرة ان انا ايضا هطلع ازاي ده بتاع يعني بص كبير واعمال ازاي حلق بس لا انا لازم لازم اعملها طلعت وكان جامدة جدا تفقى على حتة في التشاف بقى البحر وشاف ما عافش دي كنار دي ولا ايه بس فيها المراكب الكبيرة والكلام ده كله منظر الفوق هنجامل جدا والهوى فوق هنجامل جدا برضو هناي حتة برحل لازم اعد اي حتة ورحل لازم اعد وهنا كان معايا امير صاحب اللي كان مسافر معايا الفاتو كتير جدا ان هو ما تلعاش هنا بقى انا بتصور بالملح وهنت لازم اي حتة رح تلازم اتصور فيها كده بقى تمشينا في شوارع بورفؤاد دي بص شكل بيوت قصا كده على التراس كده فرنسي بيوت شكلها جامل جدا ما بيولك من ايامل التعمير الفرنسي او الكلام ده من زمان جدا ولسه موجودة لحد دلوقتي وشكل البيوت وكل عاجة جميلة ايك البلد بصراحة جميلة جدا انا انا ادمان انا روحت بس يوم واحد فوقت عدنك فترة طويلة جدا مزهقش منها مفيش بقى تاكاتك مفيش دوش شوارع بص صفاتي ازاي مفيش عربان كتير شوارع جميلة جدا والمعاملة بتاعت الناس جميلة والحاجة انك رخيصة خلي بالك بقى دي رخيصة جدا بص يعني طول ما انا ماشي مفيش بها زحمة بها مفيش دنيا يا جميلة كده روحنا اللي هي المنطقة بتاعت الفلال فيها جنين وفلال كتير فيها فيلة السادات وفيها بص اماكن دي تصور بقى فيها كتير جدا يعني كل ما كانت تروحوا تصور فيه كتر بمنظر اللي هو هناك هو هناك جدا يعني انا مش عارف يعني انا بحسد اهل البلد اللي عايشين فيها بصراحة بس ايه ايه بخطوكوا بخطوكوا بالهوا والجو الجميل اللي انتو فيه هناك ده اتنا الدين هنا دوش هوا بتاع بس ايه يا مصر عمطن والله مصر فاهمكين كتيرا وحلو اينا دي المنطقة بتاعت الفلال بص دي كلها ورا عن فيلال بتاعت ناس هنا اطفال بيلعبوا في الجنين وعادوا خالص يعني الدنيا جميلة بص ان فيه زحمة يعني عربية اللي قدامنا بمسافة وفيش عربية ورانا على طول فاهمي يعني مفيش فكرة فيه بقى حوالة زحمة وبتاعة لا الدين يا جميلة والزرع في كل حتة بالك جميلة بزات منطقة الفلال دي انت تمشي بس كده فيه استرخاء كده دي فيلة السادات اشرة فيلة هناك يعني روحت هناك لازم تتصور بس هناك اصلا شكلها جامل دي فيلة كان فيها ستة رأس انوار السادات اللي ارحمه لا جميلة جميلة ودى كده بقى تحركنا وروحنا على البحر بحر هناك بص يعني مفتوح بقى المركب دي بتعد قدامك قريبة منك هنا انا بالم قواكا احبي شكل قواكا جدا بس صعبه ان ايه قواكا كلها شكل واحد ايه حجام بس فيش بقى اشكال كتير والكلام ده هو شكل واحد الهو الصادف ده وكلها شكل واحد بس عبارة ان احجام بقى زارة كبيرة فانا طبعا لازم اروح اي مكان في قواكا لازم ألم هنا كان معي امير صاحبي اللي كان مسافر معي وده بيتر انتلكو علي في اول الفيديو بيشو الرجل المحترم اللي كان عزمني وعمى الفي الرجل اللي اتاب معي جدا الرجل محترم جدا هنا انا فروك تحطها في المقطع اللي عبلي ده بس ده كان المنطقة بتاعت فيل السادات تصور فيها بتاع فيل السادات تركبنا المعدية وروحنا برسعية تاني ان هناك بقى كان الدينية اللي يلت فانروح بقى مكان تاني كتير اول حتة روحنا روحنا اسمها حدوكة فريان بص كل مكان هناك تتصور فيه كمية افراح هناك كل مكان تروح تتصور فيه بصراحة جملة جدا عمنا زي حدوكة اللي اظهر كده عندنا كده روحنا سلسبيلة كان حاجة اسمها سادية الواحدة بعشرة جنيه خصة جدا هي عبارة عن اسكريم كده هي بتجي كده زم هي انت مش بتحدد نوع معين فهنا بقى انا كنت بقى دقها اجابتني جدا طعم الاشتا دي كان اشتا وعليها فو صدق وكان طعمها جميل جدا لكن طعمها فعلا حكاية يعني انا وبسوط ان انا اكلت حاجة زي كده هناس معانا من بدري بورسعيد معروفة بالكساتيا ده انا كنت فاكرة لامون بس اكتشابت ناموز بس انا كتش احسن حاجة بس يعني كتش اكل او الاشتا كان جامدة المانجا برضو مكتش احلى حاجة اخدها زي مايه كده وتاكلها وما تسبهاش كتيرة عشان ما تسحش انت تاكلها على طول فانا لو رحت تاني بورسعيد هاكلها تاني والتالت ورابع ان هي بصراحة حكاية ان هي نعمل بعضها استطعم من كل حد الرجل سعب العبال لو شفنا هي مفخنا وكده روحنا من طيوت الجراش ده كافي الجلال بيقولو اشهر حاجة هناك فطبعا قالول انت بتاعوه لازم ندوء قهوة بتاعتو يا بصراحة يا جماعة اوحش اوض قلتها في حياتة انا مش عارف ليه كان نعم صانيا وان لعبيه بس هي كانت فعلا اهوه وحشة بتراية غريبة تعمل بورن مورر جدا صانيا اللي وقف معارفش عمالها حلو فبنجرأ اي مجاملات كده سلمنا على الناس المحترمة في اخر اليوم كده خليت الفلوك